اشتركوا في القناة الله عليه وسلم اذا جنح الليل او عمسيتم فكفصوا بيانكم فان الشيطان ينتشر حين اذا فاذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا واؤكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو انت عرضوا عليها شيئا واطفئوا مصابيحكم وعن جابر في صحيح مسلم ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم اذا غيبت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فان الشياطين تنبعث اذا غيبت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء الفواشية كل منتشر من المال الابل والغنم واسار البائم وغيرها وانما امر بكفهم في ذلك الوقت لان الشمس سلطن قاهر فلا تقويمها الارواح المارجية بل تمسك عن التصرفات مادم ظهرا في العالم السفلية فاذا استطر عنه في مغيب صورة الشياطين كأنهم كانوا انطلقوا من حبزة فتندفع دفعت رجل واحد فمهما سوضفوه من الصبيان في تلك الحالة اصبوه فاذوه فاذا ذهبت فوعات العشاء تفرقوا وتبددوا فاذا سر امر المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك قد يتساءل احدنا ما الذي يحدث بالضبط في فترة اقبال الظلامة وادبار النهار والنور ان الذي يحصلون ان الشياطين مع اقبال الظلامة تبدأ تنتشر تبحث عن مأولها لانها تنتشر انتشارا هائلا بأعدادا لا يعصيها الا اللوع وهنا يخف بعضهم من فتك بعضا وبالتالي لابد لها من شيء تاوي اليه وتأمن في هيفة انطلق بسرعة هائلة تفوق سرعة بني عدم اضعافا مضعفة فمنه من يأوى الى اناء فارغ ومنهم من يأوى الى بيت انسي ومنهم من يأوى الى جماعة من الانس جالسين وهم بالطبع لا يشعرون به فينطرح بينهم ليأمن من فتك اخوين الشياطين الذين هم كالريح يجلون الارض والبقاء للأقوى وطبيعة الشياطين انها ترغب المكوثة في النجسات فتجدها تفضل اماكن قضاء الحاجة وتجدها تأوى الى اماكن القمامة وقد تستوضى وهي طب حسن الماء وطفلا انسيا فتأوى اليه وقد تتلبسه وتخرج وقد تمكث به بعض الوقت فتجد الطفلة متغير المزاج وقد يطيل البقاء الشديدة دون ان يعلم والده سبب ذلك وقد يعنفانه وقد نسوا سيطة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بحفظ الصبيان وقت انتشر الشياطين وهنا يأتي دور الحفاظات فكما اسلفنا ان الشياطين ترغب النجاسات فتجد في حفاظة الطفلة نجاسة فيكون ذلك مشجعا لها على المكوثة والإيواء فنجد بعض الأطفال يصرخ فجأة وبعضهم يتمل من في نومه بسبب إذاء الشيطان الذي اتخذ منه مأوى له إن سرعة الجن هنا وهي تبحث عن المأوى والمسكن والمأمن قد تطول حتى كبار الإنس لكن لأن الغالب في كبار الإنس يتحصن وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان الذين هم بحاجة للتحصين من قبل الوالدين وحمايتهم ووقيتهم بعد امتركهم يخرجون وقت انتشر الشياطين وهم الأبرياء الذين لا يستطعون تحصين أنفسهم تأتي الشياطين مسرعة تبحث عن المأوى وقد تصدم بجسم آدمي كبيرا أو صغيرا وقد تتلبس به فتجد البعض من الناس فجأة أصبته كآبة أو خوف مفاجئ وهكذا وهو بسبب تلك الشياطين لذلك أحبائي حصنوا أنفسكم وأولادكم بأذكار الصباح والمساء أحرصوا على المحافظة عليها فهي كنز عظيم متابعين الكرام إذا استفدتم من هذه المعلومات فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وأتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله شكرا